أسعار خيالية تسببت في عزوف الكثير من الأسر عن شراء الملابس والإحتياجات مع اقتراب عيد الأضحى في محافظة الجوف والتي شكى المواطنون من المبالغة في أسعارها في ظل ضعف الجهات الرقابية وتقاعسها عن القيام بدورها في ضبط التجار وإيقاف استغلالهم لحاجة المواطنين نحن نطالب السلطة المحلية في تفخيض الأسعار لحيث لا يشير مرتبات ولا العيد قرب والمواطنين بعضهم لا معه شيء ولا أي حاجة اللي يبيع له قنم باعه مدرب كم ولا حصل ما يقت عياله ولا يقت شيء التجار ظلمه والمواطنين مساكين ولا شيء معهم وقف أغلب أرباب الأسر في الجوف عاجزا عن توفير احتياجات أطفاله وإكمال فرحتهم بالعيد نتيجة لتأخر المرتبات وانحصار مصادر أرزاقهم ما جعل معاناتهم تتضاعف ناسيما ومعظمهم من النازحين القادمين من مناطق سيطرة الميليشيا إلى الآن لم نشل أغراضنا أو الملابس أو احتياجات العيد بسبب الغلاء الفاحش في محافظة الجوف بأسعار هاي الكبيرة ورواتب تأخرى وأكثر من أبناء المحافظات في المحافظة الجوف نازحية المبالغة في أسعار الأضاحي هي الأخرى شكلت هاجسا يؤرق المواطنين في عيد الأضحى حيث بلغت أسعارها إلى حد لا يستطيع الكثيرين من الأسر شراءها في ظل الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم المواطنين في الجوف ويلات كثيرة يعيشها اليمنيون في ظل أزمة اقتصادية خانقة مع قدوم العيد وهو ما أعاق قدرة المواطنين على شراء ما يحتاجونه من لوازم هذه المناسبة التي باتت اليوم عبءا ثقيلا على معيشة الكثير من الناس ماجد عياش شمان شباب محافظة الجوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مجددا اشتركوا في القناة سهلا مجددا اشتركوا في القناة